منتخبنا بقى الكرة اليد عامل حالة كويسة والمنتخب والعيبة اللي موجودة فيه طبعاً بالنسبة للمحالين أو حتى المحترفين بيأدوا أداء عالي جداً إيه رأيت في تعادلهم مبارح مع منتخب الفرنسي؟ منتخب اليد ده عنده ميزة كبيرة أنه هو دلوقتي يبقى أغلبه من المحترفين عكس السنوات الماضية وكان بيبقى فيه مشكلة كمان إن إحنا الخبرات إحنا دلوقتي التعادل 26-26 ده يعتبر تعادل تاريخي إحنا أول مرة ما نخسرش من فرنسا من أول ما بتدينا نلعبهم في كرة اليد يعني زي ما بيتقال كان ثانيتين وكنا نقدر نكسب كمان بكرة الأخيرة اللي حصل منها التعادل عليها لغات كبير جداً لأن ممنوع أن اللعب يلمس منطقة الستة متر اللي جوة وظهر في الإعادة أن هو كان جوة بمسافة كبيرة لكن تحسبت في النهاية يعني بنسبة 90 في الماء منتخب إن شاء الله هيصعد بيصعد أول أربعة من المجموعة اللي بعد كده هو الأهم لأن إحنا هنلعب من المجموعة التانية هي مجموعة صعبة جداً فالفريق اللي هنلعب في ربع النهائي إن شاء الله لو فوزناه هنكون منافس قوي على ميدال طب إحنا منحق نتائج كويسة بس كلمني كده عن إيه اللي ينقصنا يعني دايما يقول لك فيه تكات كده مفروض تبقى موجودة علشان نكمل لقدين هي أبرز حاجة هي قصة آخر خمس دقائق دايماً بنفقد التركيز فيها بنبقى خايفين المكسب يروح فبيروح لو ابتدينا نركز أو نصدق نفسنا أن إحنا نقدر نكسب الفرقة الكبيرة دي هنعمل كده ويمكن شوفنا ده في أولمبياد توكيو وشوفنا ده في كتولة العالم ما عشرين وواحد وعشرين أبرز حاجة يعني إحنا حقال نتائج كويسة باستثناء منتخب الدنمارك لأنه يعني منتخب بعيد عن حتى بقى المنافسين مش عن مصر بس المنتخب بيكسب بسهولة كل المباراة ورغم أنه كان كسبنا فرق عشرة قدرنا أن إحنا في الشوت الثاني نرجع بشكل قوي والفرق انتهى ثلاثة في النهاية